كابتن قدام قلب حان يفرح النهاردة وخلاصه كابتن خيري قالك العاشة خلاص الفرح وقف من بوك 14 لقب الرابع والله الله بارك فيك أولا والحمد لله المكسب نستاهلها والحمد لله الناس كلها كنتنا مضغوطين شوية بالمطش ده المطش كان الناس مدياله حجم أكبر شوية عن أي مطش تاني بعيد عن هو فينال كان أهلي والتحاد طول عمرهم في البسكت ليهم اسمهم لكن الحمد لله احنا كنا مركزين ان احنا نقصر الموضوع ده من دلوقتي بداية على أساس ان احنا لسه الموسم طويل لسه في كاس مصر وهنقبلهم تاني ولسه نقبلهم في الدوري تاني فكان يفرم معنا معنويا المطش ده قوي في اللي جاية احنا الحمد لله يعني متعودين كده دايما ودي مش أول ما نتحط في الظروف دي ان احنا يبقى فيه مطشين وارا بعد مهمين بعد أول مطش بالزات بنحاول ان احنا نفس الخالص بعد ما نطلع من المطش طبعا لازم نفرح بعد المطش نستحققها والحمد لله بالزبط أول ما والله بداية المطش يعني معلش عذرني برضو في اللور في الآخر ده فينال دوري وبيبالية احساس خاص وفرة أول مرة تقبلها في الدوري يعني فرة برضو مخسرتش ولا مطش فانت نازل مطش برضو عمله حساب زيادة على لزوم وساعات من الكتر ما انت بتعمل مطش حساب زيادة على لزوم بيجي عليك بالعكس شوية بس احنا احنا قدرنا للم نفسنا كورتر التاني اخر التاني واول التالت الحمد لله وقدرنا نحسنه في آخر المطش يعني ف الحمد لله وربنا بإذن الله احتفل مع بعض بإذن الله شكرا 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 كابت خالد يعني خلاص وقت الأفراح انتهى نركز بكرة بإذن الله نحسب اللقبة الرابع بإذن الله قادرين عشان نسعد كل جمهير الأهلوية نسعد مجلس الإدارة نسعد الجهاز نسعد اللاعبين من الوما بروقت خالد عودة ليكم جديد فضل كابتن